السلام عليكم مرحبا بكم مع بوشرة كوزين فيديو جديد وصفة جديدة ان شاء الله ودائما مع وصفات العيد الفتر السعيد سوف يدخلوا علينا بصحة والسلامة اليوم ان شاء الله سنجدوا صابلي صابلي دي العيد باسهل طريقة وكي جلد مرمل وكي يدف الفم كانت من ان شاء الله تبقوا معي حتى الاخير الفيديو وتشوفوا كيفاش ان شاء الله سنصول الوصفة بالنسبة المقادر عدنا 500 جرام انا قدرت هنا ضاعفت المقادر واللي بغير نصف ديالهم ممكن عدنا نص كيلو ديال الزبدة تكون رطبة جوش كيسين ديال ميزينة ولا النشا وعدنا جوش كيسين ديال سكر غلاسي ولا سكر بودرة عدنا جوش صفر ديال البيض وبيضة كاملة وعدنا الظاني على حسب الضوء وراس المعلقة ديال الخميرة وقرسة الملح بنسبة الدقيقة على حسب الخالط يعني كننخلطو وكنشوفو القيز ديالنا وما خلصتش تجي قصحة تجمع وما خلصتش تجي رطبة جزاف غريل مده ان شاء الله ناخدوا ناخدوا في واحد الإناء ناخدوا مديرو الزبدة ديالنا نخلطوها مزيان مع السكر غلاسي ولا السكر بودرة نحاولو ندخلو هاذيك الزبدة مزيان حتى كيوليو بحل بوماد نحن نجمعها بصبع الالاستيك نضيف سكر غلاسي في الزبدة نضيف السكر نضيف السكر نضيف السكر نضيف السكر نضيف السوف نضيف السكر يجب أن تكون حساساً من الأحسان أن نعجلها نضيف القريسة الخميرة لكي لا يجب أن يكون صامت و يجب أن نضيفه نضيف ميزان نضيف المقادر نضيف المقادر نضيف المقادر 3 حيث avec التر色 0.45 نضيف ل الحقيقة لتيرت من بعد جمعت لينا العجينة كتكون على هذا الشكل كي يكون هذا القيز دياله كنحطه صبعنا كتنزل وما كتكونش قاسحة يعني رتبة باش نقدرون من تحكموا فيها كيف ما بغينه وما تمحننش من ان نصرحوها أنا هنا كنصرحها ما بين جوج ديال ورق المطبخ كنصرحها ما بين ورق المطبخ باش ما نزيدوش الدقيق ويبقى القيز ديالها كنصرحها ما بين ورق المطبخ باش نقرسها بالطقيق سوف يقصح لنا العجينة ويبدأ تهرس لنا كنصرحها مزيان السمك اللي كندير كيكون متوسط ما كيكونش رقيق وما كيكونش غلاد وكل واحد على حساب اللي كيبغيها رقيقة يقدر يزيد سرحها كتر كنت تكون على هل الشكل سوف نقوم بشكل كاري وشكل دائري سوف نقوم بشكل كامل سوف نقوم بشكل كاري سوف نقوم بشكل كاري سوف نقوم بشكل كاري ثم نقوم بشكل كاري فالفران سوف نقوم بشكل كاري سوف نقوم بتحديد عجينة سوف نقوم بشكل دائري نقوم بشكل دائري نقوم بشكل دائري يجب أن تكون أسهل يجب أن تكون مستمرين ويجب أن نهزهم بالموس ويجبوني سهلين حيث العجينة تكون رطبة ويجب أن تكون رطبة ويجب أن تكون رطبة ويجب أن تكون مستمرين حتى نكمل هذا المقدر يجب أن ننخل الناس يجب أن يكون مستمرين ثم تكون مصرحة ثم يجب أن تصح المغ Breed ويجب أن يكون مزيدة نgr einige أفضل ويجب أن يكون بأخفت المغرنة ويجب أن يكون مصرحة هذا المغرنة يجب أن يكون مجرد مالك مزيدة عن هذه المطاقر ثم يقلق ثلاثة الأشكال تضيف السكر لتزين ويجب أن نزين على الطريقة التي تريد نزين مرة الأولى لوجه بسكر سقيل و نلصق بسكر و نلصق بالكونفيتيور فخيز ننطق بسكر نتضيف سكر في الوسط كناخد واحد طباسل وكنحط في هادوك الدوائر اللي فيهم تشقب وكندير عليهم شكر غلاسي كيف ما كتشوفوا لا شكر بودرة من بعد كناخدو كنحطوها على الخرى اللي يدرنا فيها الكونفيتشيغ دي الفخاز كي يجو على هاد الشكل هادو الشرك العادي اللي متداول بموارفين كنديرو دائما مني كنكملو عدو كنناخدو الخرين هادوك الكاري كنديرو ليهم الكونفيتشيغ دي المشماش نديرو شوية في الوسط ولوجه ديالهم غادي نزينو غادي نحاولو ندهنو بكان في شوية مشماش ونديرو في شوية ديال اللي شوية حمرنا في المقلاء ولا في الفران أنا زينت بها الطرق وانتو ملكم الاختيار زينو على الدوق ديالكم مني كنزينو لوجه باللوز كي يجو على هاد الشكل كان بقى مستمرين حتى كنكملو هاد الكمية لعدنا ترجمة نانسي قنقر وكيف ما قلت لكم سابلي مني ندخلو الفران نخليو شي طيب بزف يعني خاسنا ضروري نبقوهم مراقبينو باش ما يتحرقش لينا هنايا غادي نكملت هادك النوع ديال الكاري اللي لصقناه باللوز هناخدو عودشاني هادك الدائري وغادي ندير فويكم في شوية ديال فخيز كلاسقوهم ومن بعد غدين زينوهم بخطوط دير الشوكولة شوكولة نواق متقدروا الزينو بشوكولة بلون اللي بغيتو انا يعني دي الشوكولة نواق غزينتهم بشوكولة نواق وجالوا المندر ديالهم مزوين قدرتهم في البورش بحالة بكايا وقطعتو شوية رقيق باش يجيوا الخطوط طلقاق جال مندر ديالهم مزوين كنبقى مستمرين بحالة وكاحتى ننكمل هادك الكيمي اللي غادي نستعملو بهاد زين من بعد ما نكمل وقع هادك الاصابل اللي كان عندنا يجب عليهم شوكولات و يجمعون الوز تهوه و يجمعون يجب عليهم هذا الشكل ان شاء الله يعجبوكم و تجربوهم و يجب عليهم سهل و طريقة مدمونة و يجب عليكم و يدب في الفم و من هنا لفديو الجاي خليت لكم الراحة دائما معكم بشرك وزين السلام عليكم